بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فلازلنا نقرأ في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الوصول لأبي عبد الله التلمسان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكنا قد بدأنا في كلامه على صيغ العموم وعرفنا أنه ذكر أن صيغ العموم تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما يدل على العموم بوضعه بمعنى أن العرب وضعوه للدلالة على العموم والقسم الثاني ما يدل على العموم لقرينة اقترنت به وهذا القسم الثاني ينقسم أيضا إلى قسمين القسم الأول أن تكون القرينة في أول اللفظ والقسم الثاني أن تكون القرينة في آخر اللفظ وشرعنا في القسم الأول من هذين القسمين الأخيرين وعرفنا أن المؤلف رحمه الله ذكر له خمسة أنواع النوع الأول أي الشرطية والنوع الثاني أي الاستفهامية والنوع الثالث النكرة إذا دخلت عليها أداة النفي والنوع الرابع الألف واللام والنوع الخامس كل وجميع ووقفنا عند النوع الرابع وهو الألف واللام يقول رحمه الله المسألة الرابعة الألف واللام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال العلامة التلمساني رحمه الله المسألة الرابعة الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء كان مفردا أو جمعا ومنهم من قال لا تفيد العموم في مفرد ولا جمع ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع الكلب بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي توضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع والكلب سبع فاندرج في عموم السباع نعم المسألة الرابعة تكلم فيها على القسم الرابع من أنواع صيغ العموم التي تدل على العموم لقرينة اقترنت بها في أولها وهذه القرينة هي الألف واللام والمصنف رحمه الله عبر بالألف واللام وبهذا يعبر جمهور العلماء ومنهم من يعبر بأل وهذا الخلاف إنما هو اختلاف في التعبير فحسب وهو مبني على أن المركبة من حرفين وهما الألف واللام أو أنها كلها حرف واحد فمن قال هي مركبة من حرفين عبر بقوله الألف واللام ومن قال هي حرف واحد عبر بقوله أل وجمهور العلماء على الأول أي أنهم يعبرون بالألف واللام كما صنع المصنف رحمه الله وهذا التعبير كما أشرت لا يترتب عليه ثمرة عملية فليس له أثر من حيث الفقه وإنما الخلاف فيه اختلاف في العبارة ولهذا نجد أن الأصوليين منهم من يعبر بقوله الألف واللام ومنهم من يعبر بقوله الألف واللام أو الأل إذا دخلت على لفظ هل تدل على العموم فيه هل تدل على العموم في مدخولها هل تدل على العموم فيما دخلت عليه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الأصوليين على أقوال ذكر المصنف رحمه الله منها ثلاثة القول الأول أن أل إذا دخلت على اسم فإنها توفيد فيه العموم أي أنه يدل على استغراق جميع أفراده سواء أكان هذا الاسم سواء أكان هذا الاسم مفرداً أم كان جمعاً فإذا دخلت عليه فإنه يفيد العموم ومثال الاسم المفرد الذي تدخل عليه قوله سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فالطفل هنا مفرد دخلت عليه الاستغراقية فيفيد العموم في جميع الأطفال ولهذا قال بعدها ماذا الذين أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يقل الذي هذا مثال المفرد الذي تدخل عليه الألف واللام فيفيد العموم بسبب دخول الألف واللام عليه ومثال الجمع الذي تدخل عليه الألف واللام فيفيد العموم لقوله سبحانه وتعالى وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ وَمِنْكُمُ الْحُلُومَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا أكثر الأصوليين على هذا وهو أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم سواء أكان مفرداً أم كان جمعاً فإنها تفيد فيه العموم وهو الذي يظهر أن المصنف رحمه الله يختاره لأنه بدأ بذكره وعبر عن القولين الآخرين بقوله ومنهم من قال فيظهر أن المصنف رحمه الله يختار القول الأول وما هو الدليل عند الجمهور على أن الألف واللام إذا دخلت على الاسم فإنها تفيد العموم لقالوا الدليل على هذا أن العموم والاستغراق هو الذي يتبادر إلى الذهن فإن التحتمل احتمالين الاحتمال الأول الاستغراق والعموم لجميع الأفراد والاحتمال الأثاني أن يكون المراد بها العهد والاحتمال الأول هو الذي يتبادر إلى الذهن هذا هو مذهب جمهور الوصولين وهو القول الأول وقبل أن نأتي للقول الأول لأشير إلى أن محل الكلام هنا هو الاستغراقية لأن الثلاثة أنواع النوع الأول الاستغراقية وهي التي هي محل الكلام هنا والنوع الثاني العهدية وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله والنوع الثالث الجنسية وأيضا سيأتي الكلام عليها وسنعرف هل تدل على العموم أو لا تدل على العموم فكلام المصنف رحمه الله هنا على أي أنواع الثلاثة على الاستغراقية وعرفنا أن القول الأول الذي عليه جمهور الأصولين أن الألف واللام إذا دخلت على اسم فإنها تفيد العموم في هذا الاسم وفي هذا يقول الألف واللام إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم سواء كان مفردا أو جمعا وقوله على الاسم هذا يحترز به عن الألف واللام إذا دخلت على الفعل كقول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته ترضى هنا دخلت عليها وهذا قليل في لغة العرب فإن الشأنها أن تدخل على الأسم فقوله على الاسم هذا فيه بيان أن العموم يكون في الاسم الذي دخلت عليه بخلاف الفعل فإذا دخلت عليه ال كما هو الواضح فإنه لا يفيد العموم القول الثاني أن الألف واللام نحن نعبر أحيانا بالألف واللام وأحيانا بالأل لأن الأصولين يعبرون بهذا وبهذا أن الألف واللام لا تفيد العموم في الاسم الذي دخلت عليه سواء أكان مفردا أم كان جمعا وهذا القول يقابل ماذا هذا القول يقابل القول الأول فالقول الأول أنها تفيد العموم مطلقا والقول الثاني أنها لا تفيد العموم مطلقا وهذا القول نسب لأبي هاشم الجبائي المعتزلي واستدل على ذلك بأن الألف واللام إذا دخلت على الاسم فإنها تحتمل الاستغراق وتحتمل العهد وما دام أنها تحتمل الأمرين فإننا لا نحملها على الاستغراق لأنها تحتمل معنا آخر وهو العهد فيكون حملها على الاستغراق من باب التحكم والقول من غير الدليل فإذن ما أخذه في هذا أنه يقول الألف واللام إذا دخلت على الاسم فإنها تحتمل احتمالين الأول الاستغراق والثاني العهد فلا تحمل على أحدهما إلا بدليل يدل على ذلك القول الثالث التفصيل وهو أن إذا دخلت على الجمع فإنها تفيد العموم وإذا دخلت على المفرد فإنها لا تفيد العموم وهذا القول ذكره في قوله ومنهم من قال تفيد العموم في الجمع دون المفرد وهذا القول ذهب له الفخر الرازي ففرق بين الجمع والمفرد وقال إذا دخلت على الجمع أفادت فيه العموم دون المفرد واستدل على ذلك بأن العموم يريد على أفراد الجمع بخلاف المفرد فإنه له أفراد أو ليس له أفراد ليس له أفراد وبناء على هذا فإذا دخلت عليه فإنه لا يفيد العموم لأنه فرد واحد فالعموم يريد على الأفراد والأفراد تكون في الجمع أو تكون في المفرد الأفراد تكون في الجمع نعم هذه هي الأقوال المشهورة في المسألة وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهدف المصنف من هذا الكتاب كما تقدم معنا مرارا ليس ذكر الآراء والمآخذ الأصولية وإنما له شأن آخر له مقصود آخر وهو بيان بناء الفروع على الأصول ولهذا عندما يأتي إلى البحث الأصولي يتكلم فيه باختصار شديد ولا يتوسع فيه لأن هناك كتبا تكفلت ببحث ذلك فلا حاجة إلى تكرار ما تكلم فيه الأصوليون وتوسعوا فيه لما ذكر الخلافة في المسألة انتقل لذكر البناء على هذا الأصل وذكر فرعين أحدهما دخلت فيه الألف واللام على المفرد والثاني دخلت فيه الألف واللام على الجمع فقال ومثاله مثاله يعني في المفرد لأنه كما سنعرف في المثال دخلت الألف واللام فيه على المفرد قال مثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز بقوله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام ولفظ الكلب عام لأنه معرف بالألف واللام هذه المسألة هي مسألة بيع كلب الصيد هل يجوز أو لا يجوز هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين القول الأول وهو الذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا يجوز وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ثمان الكلب حرام فالكلب هنا المفرد دخلت عليه الاستغراقية فيعم جميع الكلاب سواء أكان ذلك كلب صيد أم غيره من أنواع الكلاب فإذا ما مأخذ جمهور الفقهاء في هذه المسألة الذي بنوا عليه رأيهم مأخذهم هو العموم في لفظ الكلب ووجه العموم يعني كيف عرفنا العموم فيه عرفنا العموم فيه من جهة أنه مفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فيعم كلب الصيد وكلب الحراسة وغير ذلك من أنواع الكلاب القول الثاني للفقهاء أنه يجوز بيع كلب الصيد وهذا أحد القولين عند المالكية وهو مذهب الحنفية واستدلوا على ذلك بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد السنور هو الهر البر يسمى سنورا فنهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد فاستثنى في هذا الحديث كلب الصيد وهذا استثناء من النهي والاستثناء من التحريم إباحة والحنفية لا يمنعون دلالة لفظ الكلب على العموم بل يقولون لفظ الكلب يدل على العموم لكنهم لم يعملوا بهذا العموم لماذا؟ لوجود المخصص فهم لا ينازعون في دلالة لفظ الكلب على العموم بل يقولون هو يدل على العموم لكننا قلنا بجواز بيع كلب الصيد لوجود الدليل الذي يخرجه من هذا العموم ولولا وجود هذا الدليل لوافقناكم وقلنا إن بيع كلب الصيد محرم لكن الجمهور يجيبون عن الدليل الذي استدل به الحنفية بأن هذا الحديث حديث ضعيف والأحاديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام الشرعية فما دام أنه ضعيف فهل يحصل به التخصيص أو لا يحصل لا يحصل به التخصيص والأصل التمسك بالعموم إلا إذا جاء دليل يخرج بعض الأفراد العام من هذا العموم هذا المثال الأول وهو في المفرد المثال الثاني في الجمع قال ومثاله في الجمع قوله في الجمع يعني هنا قال ومثاله في الجمع احتجاج أصحابنا إلى آخره وفي الأول قال ومثاله احتجاج بعض أصحابنا إلى آخره ففهمنا أن مراده بالتمثيل في الموضع الأول مثاله في المفرد وهذا عرفناه من قوله في الجمع احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي توضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع والكلب سبع فاندرج في عموم السباع وهذه المسألة هي المسألة المشهورة عند العلماء بسؤر الكلب هل هو طاهر أو نجس وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين القول الأول أن سؤر الكلب نجس وهذا هو الذي ذهب له أكثر العلماء واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع الحديث ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أن سؤر الكلب نجس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه فيلزم من ذلك أن سؤر الكلب طاهر أو نجس يلزم من ذلك أنه نجس لأنه لو كان طاهرا هل هناك حاجة إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه لا يكون هناك حاجة إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغه فالاستدلال هنا استدلال بماذا استدلال باللزوم استدلال بدلالة الالتزام والقول الثاني أن سؤر الكلب طاهر وهذا هو مذهب المالكية وهو الذي استقر عليه مذهب الإمام مالك رحمه الله في أن سؤر الكلب طاهر لأن الكلب عند المالكية أصلا طاهر لأن علة الطهارة عندهم هي الحياة علة الطهارة الحياة فيقولون ما دام أنه حي فهو طاهر و يجيبون عن حديث قبل أن نذكر دليلهم يجيبون عن حديث عن الحديث الذي استدل به الجمهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا بأن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب ليس دليلا على نجاسة الإناء من الولوغ وإنما هو تعبد إنما هو على وجه التعبد والمقصود بالتعبد الحكم الذي ليس معقول المعنى فالأحكام التعبدية هي الأحكام التي ليست معقولة المعنى فيقولون أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب على وجه التعبد لا لكون سؤر الكلب لنجس أما دليلهم فهو ما ذكره المصنه رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي توضأ بما أفضل الحمر يعني بما بسؤر الحمر وسمي السؤر فضلة لأنه يبقى قال نعم وبما أفضلت السباع والسباع يدخل فيها الكلب وهو لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الآلف واللام فيعم جميع السباع ومنها الكلب وبناء على هذا فإن سؤر الكلب يكون طاهرا لأن هذا الحديث ظاهر فيه ولهذا قال والكلب سبع فاند فاندرج فاندرج في عموم السباع يعني دخل في عموم السباع وقوله فاندرج في عموم السباع هذا تحقيق للمناطي بإدخال الكلب تحت عموم السباع والجمهور لا يمنعون دلالة لفظ السباع على العموم بل يقولون هو لفظ عام يقولون نسلم لكم أن لفظ السباع لفظ عام لأنه جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية لكن وجد مانع يمنع من الاحتجاج بهذا الحديث وهو أنه حديث ضعيف وإذا كان كذلك فإنه لا يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية هذا هو القسم الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله للعام أو لللفظ العام الذي دل على العموم بسبب قرينة اقترنت به في أوله لأن الألف واللام تكون في أول الاسم أو تكون في آخره تكون في أوله ثم ذكر القسم الأخير من أقسام اللفظ العام الذي يدل على العموم بسبب ما اقترن به في أوله وهو لفظ كل وجميع فقال المسألة الخامسة نعم قال رحمه الله المسألة الخامسة لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهد عدل وأما العام القسم الخامس والأخير هو لفظ كل أو جميع والمصنف رحمه الله جمع بين كل وجميع لأنه ما يشتركان في أغلب الأحكام فلهذا جمع بينه ما ويعتبر كل وجميع من أقوى صياغ العموم ولا سيما كل وقد تعجب العلماء من كون أبي عمر ابن الحاجب لم يذكر كلا وجميعا في مختصره الأصول المشهور ابن الحاجب له مختصر في أصول الفقه الشهير اللي اشتغل به العلماء في المشرق والمغرب حتى إن ابن كثير رحمه الله يقول أصبح كتاب الناس شرقا وغربا فاشتغلوا بحفظه وبشرحه وبتدريسه وعليه من الشروح ما لا يحصى فهذا الكتاب لم يذكر فيه الإبن الحاجب لفظ كل وجميع في صياغ العموم وعليه من الشروح ولهذا تعجب العلماء كالحافظ العلاء وغيره وكل ذكر بعض العلماء أنها أقوى صياغ العموم لأنها تدل على الإحاطة والشمول وهي مأخوذة من الإكليل والإكليل يعم جميع الرأس فقالوا كل في الإثبات هي أقوى صياغ العموم وعمثلتها كثيرة في القرآن وفي السنة منها قوله سبحانه وتعالى كل من عليها فان فلفظ كل هنا يدل على العموم فيما دخلت عليه فيدل على أنه لا يستثنى أحد ممن هو على الأرض من الفناء وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه لكلكم جائع إلا من أطعمته وقوله سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير فكل تفيد العموم فيما دخلت عليه لكنها تفيد العموم بشرطين الشرط الأول أن تدخل على الاسم ولهذا قال المصنف رحمه الله إذا دخلت قال لفظ كل أو جميع إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم هذا القيد الأول أن يكون مدخولها اسما وذلك لأنها لأن لفظ كل ولفظ جميع ليلزم الإضافة يعني لا بد أن يكون مضافا والمضاف إليه لا بد أن يكون اسما فإذا هذا هو القيد الأول القيد الثاني أن لا يتقدم عليها نفي أن لا يتقدم عليها نفي فإن دخل عليها نفي فإنها لا تفيد العموم إلا إذا انتقض هذا النفي إذا انتقض هذا النفي كما سنعرف إن شاء الله فإذا الشرط الثاني في دلالة كل على عموم ما دخلت عليه أنه لا يتقدم عليها نفي فإن تقدم عليها نفي فإنها لا تدل على العموم وهذا هو الذي يسمى عند العلماء بسلب العموم يسمى سلب العموم كقولك لما كل الطلاب حضروا فكل هنا دخلت عليها ماء النافية فلا تدل على العموم بل يدل هذا اللفظ على ماذا على أن بعض الطلاب حضروا وأن بعضهم لم يحضروا وسلب العموم يقابله عموم السلب عموم عموم السلب كقولك كل الطلاب لم يحضروا الأول ما هو الأول لم يحضر كل الطلاب الثاني كل الطلاب لم يحضروا فالعموم السلب يدل على العموم لكن سلب العموم هل يدل على العموم لا يدل على العموم فإذا يشترط في دلالة كل على العموم أنه لا يتقدمها نفي فإن تقدمها نفي فإنها لا تدل على العموم إلا إذا انتقض هذا النفي كما في قوله سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكل هنا تقدم عليها نفي أو لم يتقدم تقدم عليها نفي وهو إن النافية إن كل من في السماوات والأرض ومع أنها تقدمها نفي فإنها تدل على العموم لأن هذا النفي انتقض بالاستثناء في قوله إلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ولو لم يوجد هذا الاستثناء فهل تدل كل هنا على العموم لا تدل على العموم فإذا هذا أمر مهم ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له وهو أن لفظ كل يدل على العموم إذا لم يتقدمه نفي ولو قال لك قائل كل إذا اقترن بها نفي هل تدل على العموم أو لا تدل على العموم ها كل إذا اقترن بها نفي هل تدل على العموم أو لا تدل على العموم نقول هذا فيه تفصيل إن تقدم عليها النفي فإنها لا تدل على العموم وإن تأخر النفي عنها فإنها تدل على العموم إن تقدم عليها النفي فإن ذلك يسمى سلب العموم وإن تأخر النفي عنها فإن ذلك يسمى عموم السلب قال إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم ثم ذكر فرعين لذلك فقال ذكر فرعين لدلالة كل على عموم ما دخلت عليه أما جميع فلم يذكر لها مثالا رحمه الله لأنها تابعة لكل الفرع الأول ذكره في قوله كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام فقوله هنا دخلت كل على اسم وهو شراب ولم يتقدمها نفي فتدل على العموم تدل على العموم لكل شراب مسكر ومن الشراب المسكر النبيذ فيكون حراما فيدخل النبيذ في هذا العموم وقوله كما يحتج أصحابنا يعني وفاقا لجمهور الفقهاء فهذا ليس خاصا بمذهب المالكية بل جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة يذهبون إلى هذا الخلافة الحنفية الفرع الثاني ذكره في قوله وكما يحتج أصحاب الشافع على أن الزوج لا يكون ولياً في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب يعني وهم الأربعة خاطب وولي وشاهد عدل وقوله الزوج قوله كما يحتج أصحاب الشافع على أن الزوج لا يكون ولياً في النكاح المقصود بالزوج هنا الولي الذي يحل له نكاح موليته كابن العم إذا كان ولياً على بنت عمه مثلاً لا يكون ولياً في النكاح لنفسه فقوله كما يحتج أصحاب الشافع على أن الزوج لا يكون ولياً في النكاح المقصود بالنكاح هنا نكاح نفسه هو والمقصود بالزوج هنا الولي الذي يجوز له أن يتزوج لموليته استدلوا بقوله كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح هؤلاء الأربعة الخاطب والولي والشاهدان ولفظ كل هنا تدل على العموم لأنها دخلت على لإسم وهو نكاح ولم يتقدمها نفي وإذا تولى الزوج عقد النكاح قالوا لم يحضره أربعة وإنما يحضره ثلاثة الزوج الولي الذي هو الخاطب والشاهدان والحديث صرح بأنه لا بد أن يحضره ألا أربعة وهذا هو مذهب الشافعية وقد عرفنا ما أخذهم في ذلك وأما المالكية والحنابل فيرو أنه يجوز له أن يتزوج عقد النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقال لا نكاح إلا بولي ولفظ الولي هنا لنكره جاءت في سياق النفي فتعم كل ولي فانظر إلى المالكية والحنابل يستدلون بعموم والشافعية أيضا يستدلون بماذا يستدلون بعموم فتعارض عندنا تعارض عندنا عمومان والمالكية والحنابلة يرجحون عمومهم بأن الحديث الذي استدل به الشافعية حديث ضعيف والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية أما الحنفية فأين هم الحنفية لا يرون أصلا أن النكاح يشترط فيه يلا الولي بقي أن يقال يعني بعد أن عرفنا أن لفظ كل إذا دخلت على اسم لنكرة ولم يتقدمها نفي فإنها تدل على العموم بقي أن يقال إذا دخلت كل على اسم معرفة فهل فهل تدل على العموم فهل تدل على العموم أو أنها لا تدل على العموم والجواب على ذلك أنها تدل على العموم لكن الذي دل على العموم هو لفظ كل أوал في قولنا كل الطلاب لم يحضر عندنا كل وهي تدل على عموم ما دخلت عليه وعندنا الألف واللام في الطلاب وهي أيضا تدل على عموم ما دخلت عليه واضح هذا وليس واضحا فهل العموم مستفاد من كل أو مستفاد من الألف واللام والجواب أنه مستفاد من الأثنين وكل إذا دخلت على معرفة أفادت عموم الأفراد وإذا دخلت على نكرة أفادت عموم الأجزاء إذا دخلت على معرفة إذا دخلت على معرفة أفادت عموم الأفراد وإذا دخلت على نكرة أفادت عموم الأجزاء فإذا قلنا فإذا قلنا كل دخلت على عموم الأفراد وإنما تدل على عموم الأجزاء فإذا قلنا مثلاً كل تفاح مأكول فإنه يدل على أن جميع أجزاء التفاحة مأكولة بما في ذلك قشرها لأن كل إذا دخلت على نكرة أفادت عموم الأجزاء وبناء على هذا ما تقولون فيما إذا قيل كل الرمان مأكول وقيل كل رمان مأكول هاتان العبارتان إحداهما صادقة والأخرى كاذبة أي العبارتين العبارة الصادقة وأيهما الكاذبة الصادقة أيهما الأولى أو الثانية كل الرمان كل الرمان هذا يدل على عموم الأفراد وكل رمان هذا يدل على عموم الأجزاء العبارة الصادقة هي العبارة الأولى أما العبارة الكاذبة فهي الثانية فهل كل أجزاء الرمان مأكولة هل قشر الرمان مأكول هل الشأن فيه أن يكون مأكولا وإن كان بعض الناس قد يأكله لكن هل الشأن فيه أن يكون مأكولا ليس الشأن فيه أن يكون مأكولا كيف عرفنا هذا عرفنا هذا من القاعدة التي يذكرها العلماء وهو أن كل أن كل أن يكون مأكولاً إذا دخلت على معرفة أفادت عموم الأفراد وإذا دخلت على نكرة أفادت عموم الأجزاء cooker true ولما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على اللفظ الذي يفيد العموم لقرينة اقترنت به في أوله انتقل لبياني القسم الأخير وهو اللفظ الذي يدل على العموم لقرينة اقترنت به في آخره كم بقي من الوقت؟ طيب لعلنا نكمل هذه في اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين